حنبص للجاي حنبص للجاي وإحنا حطين راسنا في السماء لأنه هو ده الفارق ما بين النادي الأهلي وأي نادي تاني خلينا بقى نروح نستعرض جرافيك مباراة اليوم نهاردة خليني أبدأ مع حضراتكم بمشاركات النادي الأهلي في بطولات الأندية الإفريقية دولي الأبطال 29 مرة أبطال الكؤوس 5 مرات الكونفيدرالية 4 كأس السوبر 8 الأفرو أسيوية مرة وحيدة البطولات دولي الأبطال كم مرة ونبي سميل كده أو قولولي كم مرة عشان أنا مش ساق مش شايف 8 مرات طيب 8 يعني ماشي أبطال الكؤوس 4 مرات الكونفيدرالية مرة وحيدة السوبر 6 مرات الأفرو أسيوية مرة وحيدة أما نتائج جنادي الأهلي في دوري الأبطال البطل برضو كم مرة 8 مرات طيب ماشي 8 مرات الوظيف أربع مرات خرج من الدور النصف النهائي 3 مرات من دور الثمانية 7 مرات من دور الستاشر أربع مرات خروج من دور الـ 32 مرتين فقط أرقام النادي الأهلي في بطلات أفريقيا للأندية لعب 351 مباراة فاس في 176 تعادل في 93 هزم في 82 مباراة له 522 مباراة عليه 273 هدف أرقام النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا فقط 271 مباراة فاس في 133 تعادل في 77 هزم في 61 مباراة له 409 هدف عليه 215 هدف تاريخ النادي الأهلي في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لعب 97 مباراة فاس في 43 تعادل في 28 هزم في 26 له من الأهداف 136 هدف عليه 103 هدف أما الأهلي لعب في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا 22 مرة سعد لدور نصف النهائي 15 خرج من دور الثمانية 7 مرات طيب مباراة اليوم 13 إبريل 2019 الأهلي مع ساند داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا في دور الثمانية 2019 نتائج النادي الأهلي وأندية جنوب أفريقيا لعب 20 مباراة فاس في 8 تعادل في 6 هزم في 6 له 26 هدف عليه 21 هدف تاريخ مواجهات النادي الأهلي وساند داونز لعب 5 مباراة فاس في 2 تعادل في 2 هزم في مباراة وحيدة له 8 أهداف عليه 8 أهداف شوار النادي الأهلي في البطولة الأفريقية 2019 في دور الثمانية 32 نادي الأهلي بيلاقي جيمة أبا جيفار وهزم بهدفين مقابل لشيء ثم هزم في العودة بهدف مقابل لشيء أما في دور المجموعات الأهلي بيفوز على فيتا كلاب بهدفين مقابل لشيء ويتعادل إجابيا مع شبيبة الثورة الجزائري في الجزائر ثم بيعود ليفوز على سيمبا التنزاني بخماسية مقابل لشيء ثم يهزم من سيمبا التنزاني بهدف مقابل لشيء وبيهزم من فيتا كلاب بهدف مقابل لشيء ويعود النادي الأهلي للتقلق مرة أخرى ويفوز على شبيبة الثورة الجزائري بيته لسيء مقابل لشيء لشيء طيب مشوار سانداونز في دولار 64 كسب بهدفين مقابل لشيء بيجاتار هدفين مقابل لشيء وفي العودة كسب 5-1 أما في دولار 32 أهلي بني غازي بيتعادل سلبيا مع سانداونز في ليبيا وبيهزم من سانداونز بربعية مقابل لشيء في جنوب إفريقيا أما في دور المجموعات لوبي ستارز بيفوز على سانداونز بهدفين مقابل هدف وسانداونز بيفوز على الوداد المجربي بهدفين مقابل هدف وأيضا بيعود ويهزم أسك ميموزا بثلاثية مقابل هدف ثم تعادل سلبي مع أسك ميموزا في ساحل العاج وبيفوز على لوبي ستارز النيجيري بثلاثية مقابل لشيء والوداد بيفوز على سانداونز بهدف مقابل لشيء أما في مباراة الزهاب زي ما حضراتكو عارفي قائمة النادي الأهلي لمباراة سانداونز الشناوي علي لطفي شوبير مصطفى شوبير خط الدفاع أحمد فتحي أيمن أشرف رامي ربيعة ياسر إبراهيم محمد هاني محمود وحيد علي معلول أما خط الوسط حمدي فتحي عمر السلية ناصر ماهر رمضان صبح حسين الشحات محمد الشريف جونيور أجيح حسام عشور أما خط الهجوم مروان محسن وصلاح محسن ووليد أزار قائمة سانداونز لمباراة النادي الأهلي دينيس أونيانج حرس المرمى النادي الأهلي بالمناسبة جاب في ست أهداف في مباراة أمان فيلا الأغاندي قبل كده وكيندي مويني ورياد بيتريسي ده حرسة المرمى أما خط الدفاع تيوجو لينجرمان وليل لكاي وريفالدو كويتري وموسى ليبوسا ووين أرنيتسي وريكاردو وأنيل نكونجا أما خط الوسط أوبا أمانسيا وهلونفو كيكال وليبوهالج ومابوي وثنبا الوالي ويمليانو تادي وباكا ماني وبنجالي سماهورو وثبيلو مورينا وجاستون سيريلو وأندلو جالي وسيبوسيو وأما خط الهجوم جيرمي بروكي وسامويل تياني وجوزي علي ميرا ومكولوسي ده خط الهجوم طيب موقف الفريقين في الدولة المحلية نادي الأهلي لعب 25 مباراة فسف 18 عدل في 4 هزم في 3 تسجيل الأهداف 42 هدف نادي الأهلي 16 هدف استقبل 16 هدف عدد النقاط 58 نقطة في المركز الأول كالعادة أو عودة مرة أخرى للمركز الأول وسانداونز في دوري جنوب إفريقيا في المركز الثاني من 24 مباراة وفاس في 11 تعادل في 11 خسر في مبارتين سجل 30 هدف دخل في مرمى 18 يملك من النقاط 44 نقطة حكام مباراة اليوم حكماً للساحة اتكلمنا عنه كتير مبارح من الكابتن أيمن دي جيش خبرنا التحكيمي بكاري جسامة من جنبها حكماً للساحة ومعاً تنين حكام مساعدين من أهم وأفضل حكام المساعدين اللي موجودين في الساحة الإفريقية أو في القرى الأفريقية ملك سنبأ سنغال وجبليل كامارا من السنغال أيضاً